وفي تصريحات خاصة لتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أهمية اتباع الأساليب الحديثة والبحث العلمي في التعامل مع الموارد المائية وترشيد استخدام مياه الري الجلسة النهاردة كانت تنقش موضوع مهم مقدم طلب منقشة عامة من النائب سالمشتيوى عن سيناء عن الري والموارد المائية وكيفية تطوير أنظمة الري وتحفيز الفلاحين والمزارعين على أنظمة الري الحديثة السيد وزير الرأي النهاردة قدم عرض للاستراتيجية والطرق والتحديات اللي عندنا كمان لقصاد الموارد المحدودة وكان السيد رئيس المجلس مشاريع عباباب عبرازق كان تطرق في حديثه إلى عملية الاستمتار وكيفية الاستفادة من البحث العلمي في عملية الاستمتار ورد السيد الوزير وقال إنما ما زالت في إطار البحث العلمي عندنا في مصر وإنما عدد بحوث الموارد المائية شغال على موضوعات زي دي النهاردة احنا بنناقش طلب منقشة حوالين ترشيد الإنفاق في مياه الري الموضوع توسع وبنناقش قضية المياه في مصر عموما كل قضية المياه من إزاي نحن نعظم مواردنا من المياه خاصة إن مع زيادة سكانية بقى الكمية اللي متوفرنا من حوض النيل ما تنتسبناش خالص موسيقى اشتركوا في القناة